السلام عليكم معكم الشيف المصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة عمل تبس الشجر بالكفتة لتحضير الكفتة نصف كيلو لحم مفروم وثنين سن ثوم مهروز هرست الثوم وضفته رشت فلفل أسود رشت ملح ربع كوب دقيق طحين هاي الكفتة راح أجنها هسا وأحضرها أو أشكلها على شكل أصابع وأقليها هنا هنا من بعد ما عجنتها بديت أشكلها أصابع بهالصورة وبعدين أقليها بزيت نباتي لكم تعرفون شلون تشكلوها أصابع يعني مو شي صعوب هاي هسا ثاني واحدة وهكذا إلى أن أكمل باقي القطاع يعني أكمل كل العجينة هاي مالة اللحم مالة الكفتة هاي هاي من بعد ما كملتها وراح أكمل عندي بعد كمية آنم حضرتها كلها راح أصير نصف كيلو تقريباً أو شوية أكثر إذا تحبون زيدون هاي راح أقليها آني بس هسا راح أحضر الشجر اللي هو الكوسة هنا أنا عندي الشجر هذا موجود عندنا هنا بالسويد ممكن تستعملون الشجر الموجود يعني بالدول العربية يصير لونه أخضر فاتح كل حبة قطعها ثلاث قطاع وبعدين قطعتها على شكل أصابع بها الصورة استعملت ثلاثة حبة شجر آني وهنا عندي بطاطة أربعة حبة بطاطة راح أهنا مثل ما تشوفون أقشرها وأقطعها أيضاً مثل الأصابع يعني أقطعها أقسام وبعدين أقطعها أصابع بالنسبة للحبة بها الصورة هاي كل هالخضروات راح أقليها من بعد ما أقلي الكفته هسا هذا الشجر ضفت له شوية ملح طبعاً وأيضاً البطاطة نفس الشيء أضيف لها ملح هاي البطاطة غسلتها ونشفتها وضفت لها ملح وراح أقليها من بعد ما أقلي الكفته هسا راح أبدأ أقلي الكفته هاي سخنتها زيت نبات نصف كوب أو ربع كوب الآن سأقلل كل الخضروات بنفس الزيت مجرد يصبح حمراء من الجانبين سأقلبها الثاني و بعدين نصبح حمراء أشيلها بهذا البيركس الذي يدخل في القلب هذه الصورة سأكمل باقي الكفتة سأكمل باقي الكفتة أقليها و مثل ما ترون رتبتها بهذا الصورة و إنتوا شلون تحبون ترتبوها عادي يعني مو في شيء تتقيدون به يعني إنتوا حسب شلون تحبون بالطول أو بالعرض تخلوها عادي هنا سأكمل باقي القطع لدي هنا من بعد ما تكمل هذه القطع أشيلها و بعدين أبدأ أقلي الشجر هذا الشجر هذه كملت رح أشيلها هذا الشجر هنا خليته بالطاوة وتركته هذا قلبته هنا صار لوانا ذهبي أشيلها 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 أو بقايا زيت ضفت 1 حبة بصل و نصف حبة فلفل أحمر حلو أو أخضر أو أي لون تستعملون هذا 2 حبة ثم ثرومين و اضفت 2 ملعقة أكل معجون الطماطة رح أحمسه به وبعدين أضيف الطماطة المخلوطة عندي 4 حبة طماطة مخلوطة رح أضيفها هنا من بعد ما حمست هذا المعجون رح أضيف الطماطة هاي لتحضير السلسة اللي رح أصبها بالتبسي فوق المواد اللي خليناها و قليناها يعني الكفتة والشجر والبطاطة الشجر مثل ما قلت لكم هو الكوسة هنا أضفت 1 كوب ماء و شوية رح أتركه يغلي وبعدين أشيلة يعني مو وقت طويل يعني دقائق مجرد يغلي شوية هاي السلسة تغلي وبعدين أضيفها هنا شوفوا هذا القالب من بعد ما كملته اضفت هنا السلسة و أنا مسخنا الفرن على درجة حرارة 250 الأعلى والأسفل و رح أخليه بالرف الوسط ياخذ وقت من 20 إلى 25 دقيقة هذا التبسي يقدم مع الرز أو مع الخبز والسلطة و يصلح للغداء و العشاء و المناسبات بالبوفيه وهذا شكل النهائي من بعد ما طلعته و ألف عافية موسيقى 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 موسيقى